مبروك علينا كلنا العشرين ألف وحاجة أمانة يعطيكم ألف 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 عافية أخذنا أهم خمس ضمائر باقينا ضميران فقط الضمير اللي عندنا اليوم هو للأنثة نعم لكي أنتي ألا وهو الشي الشي ضمير المتكلم للأنثة وزي ما أخذنا في الهي لابد بعد الشي يأتي فعل ولابد الفعل يأتي في اس وهذا الاس تسمى اس الفعل نأخذ قصة قصيرة وبناء عليها نفهم اليوم الضمائر الثلاثة اللي هي المتكلم والملكية والمفعول به كما ترى عليه صارك هذه أمك وهذا أنت نعم كنت بيلي فيهم الأيام حبيبي جميل جميل وعلى يمينك أختك تمام لنفرض أنك أنت أختك قاعد تضحك عليك راح تقول ميت أمك أنت هي قاعدة تضحك علي هي لاحظ أنه متكلم هي فبتقول she laughs at me هي تضحك علي لاحظ يهمني أنا she will laugh laugh أضفنا فيها اس فصارت she laughs at me هي تضحك علي حلوين لو أمك بتقول لك ما عليك منها لا تشيل همها هتستخدم ضمير المفعول به فأمك راح تقول لك لا تقلق حلو لا ما عليك منها فراح تقول بالانجليزي don't worry about hair فأمك راح تقول لك don't worry about hair ما عليك منها حلوين نفرض أخت أختك عفو انطاحت أمك راح تقول لك إيش go help hair روح ساعدها لاحظ قبل hair أتى إيش فعل فهذا ضمير إيش مفعول به عشان قلنا ضميرا مفعول به كما أخذنا سابقا لابد يسبقه فعل فأختك طاحت أمك تقول go help hair go help hair جميل أختك قامت أموركم تمام رجعت لحظن أمك وأختك وشار فيها ها راحت أمك وش راح تقول لك ناديها ناديها فبتستخدم إيش برضو مفعول به فراح تقول call hair call hair call hair مفعول به إلا هو الhair جاء قبلها إيش فعل إلا هو الcall ينادي أو يسمي عاد إنت مدلع وما صدقت على الآخر مروق حبيبنا لأنك في حظن أمك يخليها لك قل آمين ودعو لوالدتي ووالدي بالرحمة آمين حلوين فشفت عصيرتي بتشربه أمك تقول لك no this is hair juice this is hair juice هذا عصيرها ميد مين؟ ميد أختك لأن الhair ملكية للشي أو كذا خلصت القصة حبيبي الحتوة خلصت بكذا عرفنا أن الشي هو ضمير المتكلم للأنثى فيجي بعدها فعل نقول she talks هي تتحدث حلوين she travels هي تسافر مفعول به نقول help hair ساعدها come with hair تعال معها kill hair اقتلها marry hair تزوجها أما عفوا ملكية لها هنقول مثلا hair new car سيارتها الجديدة هنقول مثلا hair father أباها hair mother أمها hair juice كما أخذنا آنفا عصيرها الواجب إلا يقدر يسوي لنا قصة قصيرة يدمج فيها الضمائر الثلاثة كلها اللي هي hair 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 هلوين هذا جدا جميل إلا ما يقدر سوي لنا ثلاث جمل برضي يعطيك العافية أو إلا مرة ما يقدر لا هذه ولا تلك يرجع للأسلوب القديم ألا وهو فقط ضمير وفعل ضمير وفعل ضمير وفعل يعطيكم العافية اشتركوا في القناة